فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وكذلك وصف اختلاف النصارى بقول وكانوا شيعا يعني فرقا لأن المطلوب أن نكون أمة واحدة وأن نكون جماعة واحدة لا نكون متفرقين لأن الفرقة عذاب الفرقة عذاب والخلاف عذاب فإذا كان في أمور الدين وأمور العبادة وأمور العقيدة فهو عذاب وأما الاجتماع اجتماع الكلمة واتحاد الصف فإنه رحمة يحصل به التعاون على البر والتقوى يحصل به التراحم والتواصل تزول به الشحنة وهكذا فيه من المصالح ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فالاجتماع رحمة والافتراق عذاب